عايزة اقول لكم حاجة ممكن تلخص اللي احنا فيه النهاردة في قصة حقيقية فيه مثل كده امريكي بيقول ايه بقى تخدعني مرة يبقى عيب عليك تخدعني مرتين يبقى العيب علي انا والعلمك معترفين بيه هناك جدا يقولك هتتضحك عليك مرة اول غلطان مرتين لا ده انت بقى زبون تعالى بس اللي يجرب تعمل كدب وتغيش من حد هيفضل مكمل معاه لدرجة ان هو يضحك عليه تاني وتالت من نفس الشخص تعالى انت زبون تبقى المشكلة فيه هو مش في الشخص الكذاب اللي يضحك عليه وده اللي يتقلف حكايتك يا اسماء اكتشفتي ان الجوزك سواق مش مهندس كان مفهامك كده وانه لو عنده فيلا ولا ارضه في المقاطم ولا ايه حاجة ايه نصب علي الناس كتير ما خدتيش موقف ليه يا ماما ده كان الحق كله معاك ما دخلتيش اهلك ليه جوزتي واحد نصاب عرفتي انه نصاب وكملتي معاه عشان ما تقوليش لأهلك واشميتوا فييكي الناس هتقول ايه الناس هتقول اتطلقت اتطلقت بعد ما كان معاها مش عارب تجي ده كيبه مهندس راهي انتي على انك هتغيريه المثل برضو غالبا هو امريكي شاير برضو بتقولك اي كان فيكسم خدتيه صلحت شيه ما تصلحش هيتوب على ايدي ويبقى انسان صالح احنا هنا في البرنامج على قد ما بنحاول ان احنا يعني ندور على مليون حل بعيدة عن الطلاق عمرنا ما قلنا لحد الطلاق الا لو كان مدمن او 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 يعني لو كان فيه خطر على حياتها بس في حالتك بالذات تيألي تيألي وانا هقول رأيه ومعرفش ده يبقى من رأيك ولا بس هو الطلاق هو انسى بحل انا بفكر معاك بالعقل مش بالعاطفة لان الكذب هو اسوأ صفة ممكن تبقى موجودة في الانسان اللي بيجذب كتير يعمل اي حاجة كذب ده مالوش دين مش دين مالوش اخلاق لا بيلتزم بكلمة ولا بيعلم ولاده حاجة حلوة وهيطلعوا في اخر كذبين زيه تلاقيها النصابة صغيرة ماشية شخص كذب نصاب مؤذي اللي زي ده ما بتغيرش ها الشخص المؤذي عمره ما بيقتنع انه مؤذي ولا ضميره هيقنبه ولا ضميره هيوجعه مش هيحس باللي وجعهم احنا في مصر عندنا حالات وقضايا كتير معروضة قدام محاكم الاسرة فيه نسبة مش قليلة من الستات طالبة الطلاق لان هم اكتشفوا بعد الجواز ان الزوج كتب يعني كتب عليهم كتبوله حاجات هلين اقولكوا كتبوله حاجات باسمه وفي الاخر طلع ايه نصاب كتب عليهم بقى في شهدته وفي شغلونه كان متجوز قبل كده طلع عنده عيال واللي كتب عليه بقى في اصله ونسبه اساسا واللي كتب ومخبي انه مريض او غير قادر انه هو يتجوز او غير قادر انه هو يخلف كلما الست بتسكت عشان بتبقى خايفة على شكلها قدام اهلها وصحابها وخايفة ان الناس تشمت فيها بتحاول كده تمشي اللي لازم بيقولوا كلما بتخسر اكتر انا مش بلوم على اهلك يا اسمي انهم حتى مسألوش عليك كويس بس بقول حاجة انه انت كنت مش مرتاح كاب مش هلوم عليك عشان ضميرك ما انبكش اكتر من كده بس ده كان اقل واجب تعمله على فكر اكيد ده اشارة مهمة خلي بالك وبيحسوا احسن مننا مليون مرة بس برضو الكلام كان لازم يكون مبني على منطق المفروض نسأل نسأل عليه في كل حتة نحن نسأل عليه في شغل نسأل عليه في منطقة سكنه نسأل عليه صحابه نسأل عليه جرانه نسأل عليه الناس اللي درسته حتى هو صغير نسأل عليه الناس اللي كان معاهم في الكلية ده احنا بنعمل كده ما يعني ايه لو كنا سألنا كنا هنعرف حقيقة الراجل ده النصاب ده ده انت عرفتي بالصدفة طب نعمل ايه دلوقتي خلاص كفاية تقنيب بقى احنا مش جايين هنا نجلت في قصة حياة همنيجي نحل كل اللي في ايدك دلوقتي انت تركزي في حياتك اللي جاية وتربي بنتك ترجعي تاني لشغلك ومستقبلك اكيد مصدومة وموجوعة وانا مقدرة ده بس اتعلمتي خدتي درس خدتي خبرة حالش تعلم ببلاش ها ركزي في حياتك بسمعتي معانا كمان نصيح دكتور هني اللي بيفكر انه ياخد حقه وهو اصلا خسران بيخسر اكتر افتكري الكلمة دي سيبي حقك لله بينك وبينه ربنا مش حاجة تانية تعمليها وخلي بالك كل اللي حصل ده كم مزاجك هو مغصب كيش على حاجة هتقولي ده جزائي جزائك ان انت ما تعلمتيش مرة واثنين وعشرة جزائي كان لازم اول ما تشكي انه في حاجة وقفي ما بقولكيش ان انت تقلبي تربيزة بس بروده كان هو الحل لا معيش لا مش هقدر اخو القرد عشان ما ينفعش لا ما قدرش سدده اي سدده هو شوف حد بقى من عنده يسدده هو انا ما قدرش اعمل كده ده انا بابا يدبحني كان لازم نعمل كده وبالأدب والزوق والحنية واللين ربنا يصبرك ويا رب تكوني تعلمتي درس وما يبقاش درس جامد قوي عليكي بس يعلمك في حياتك اللي جاي وعايز اعرف مي اللي حصله زي اسماء سمعوني كده هم بيربونه على ان الست تقف جنب جزها وتعمل 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 الا في حالات ايه بعتولنا وقولون في قصة حقيقية وهستنكم في قصة جديدة بس تكون حقيقية باي باي اشتركوا في القناة